ونقرأ مع حضراتكم المقالة الإسبوعية لنيافة الحبر الجليل الأنبا إرمية الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي في جريدة المصر اليوم بعنوان أهواكيا مصر الوطن مصر دائما وأبدا في قلب كل مصري عاش على ترابه وبوجه خاص هو جزء لا يتجزأ من قلب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فتصلي من أجل كل قادته وشعبه مداخله ومخارجه أرضه ونهره زروعه وثماره وأيضا سلامه ورخاءه وقد ظهرت محبة الوطن على مرة تاريخ الكنيسة وأبائها البطرقة سارية في دمائهم سوريانا فلا ينسى التاريخ رفض البابا بطرس الجولي حماية قيسر روسيا لمسيحي مصر قائلا أنتم تعيشون تحت رعاية ملك يموت أما نحن الأقباط فنعيش تحت حماية ملك لا ولن يموت إلى الأبد وحين شكره محمد علي حاكم مصر أجابه لا تشكر من قامه بواجب عليه نحو بلاده كما لا ينسى تلبية البابا كيرولوس الرابع لطلب سعيد باشا بسفره بلاد الحبشة لإزالة خلاب بين حكومتها والحكومة المصرية وحله المشكلة ولا ينسى رفض البابا كيرولوس الخامس عرض المندوب السامي البريطاني حماية أقباط مصر قائلا لن نطلب حماية نحن الأقباط إلا من الله ومن عرش مصر واليوم نحن بين ذكرى تجليس المتنيح البابا شنود الثالث في 14-11 1971 وتذكار جلوس قداسة البابا تودرس الثاني في 18-11 2012 ميلاديا أجد مصر الوطن قابعا في قلب كل منهما انشودة وطنية تحفر على صفحات التاريخ كانت مصر الوطن الذي يعيش في أعماق قلب المتنيح البابا شنود الثالث حيث قال حتى قال مصر ليست وطنا نعيش فيه بل وطن يعيش فينا ويذكر التاريخ لقداسته كثيرا من المواقف التي شغل فيها بالقضايا الوطن وهمومه فقدم عددا من المحاضرات في المراحل الحرجة التي تعرض لها وطن منها إسرائيل في رأي المسيحية بنقابة الصحفيين سنة 1966 ميلادية والمسيحية وإسرائيل سنة 1971 ميلادية والقدس مدينة السلام بجامعة الدول العربية سنة 1995 ميلادية كذلك كتب البابا شنود الثالث مقالات وطنية عن القوات المسلحة في حربها مع المستعمر منها إننا ندافع عن أراضينا ودفاعا عن الحق وأرض سيناء مكبرة لإسرائيليين وصهينا أعداء المسيحية ولا ينسى لقداسته أنه ظار جبهة القتال عدة مرات قبل حرب أكتوبر وبعدها وقدم دعما معنويا وسياسيا أثنائها كذلك دعا إلى مؤتمر شعبي لتكريم عدد من ضباط حرب أكتوبر وجنودها من المسلمين وشارك في جلس التكريم أبطالها بمجلس الشعب وزارة مصابيها بالمستشفيات واهتم قداست البابا شنودة الثالث بتأسيس الكنائس القبطية في بلاد المهجر وبزيارتها من أجل ربط المصريين بوطنهم وحثهم على دعم البلاد بكل السبل والوسائل وأعلن قداسته مرات كثيرة أنه يرفض أي تدخلات أجنبية تدعو إلى حماية أقباط مصر قوله بالمؤتمر الصحفي العالمي سنة 1992 ميلاديا إننا بصفة رسمية لا نقبل إطلاقا أن تتدخل دولة أجنبية في أمورنا الداخلية والأقباط في مصر لا يقبلون أبدا التدخل الأجنبي وإن تدخلت دولة من تلقاء نفسها فسوف نعتذر عن تدخلها وتتجسد نبضات محبة البابا شنودة الثالث لمصر في شعره أيضا حين أنشد جعلتك يا مصر في مهجتي وأهواك يا مصر عمك الهوى إذا غبت عنك ولو فترة أذوب حنين أقاطي النوى ثم كانت خفقات قلب قداست البابا تودرس الثاني أطال الله عمره مدوية بحب الوطن حين قال وطن بلا كنائس أفضل من كنائس بلا وطن وذلك بعد أن تعرضت الكنيسة القبطية الأرثوذكتية لهجمات شرسة من حرق كنائس عدة عقب فض إعتصامي ربعة ونهضة مؤكدا قداسته أن الكنيسة جزء من الوطن والوطن دائما في قلبها فقد أكد قداسته خلال لقاءاته خارج الوطن أن الأمور في مصر تتقدم وتتحسن وفي لقاء قداسته وفدا من الكونجرس الأمريكي قال حرق الكنائس جزء من هذا الثمن الذي نقدمه لبلدنا بصبر وحب كما قال لو حرقوا الكنائس هنصلي مع المسلمين في المساجد ولو حرقوا المساجد هنصلي إحنا الاتنين في الشوارع كذلك طالب قداست البابا تودرس الثاني كنائس المهجر بأن تظهر حقيقة ثورة 30 يونيو سنة 2013 ميلاديا إنها ثورة شعب سندها جيشها العظيم ولا ينسى لقداسته حفاظه على النسيج الوطني الواحد في عدد من المواقف الصعبة كتفجير الكنيسة البطروسية وتفجيري الكنيسة الكاتدرائية الماركوسية بالإسكندرية وكاتدرائية الشهيد مارجيرجس بطنطا حيث أكد قداسته وقوف الكنيسة المصرية إلى جانب الدولة وجيشها ورجال أمنها في محاربة ما تتعرض له البلاد من إرهاب يسعى لهدمها أما درة ما لا ينسى لقداسته البابا تودرس الثاني من مواقف وطنية فكانت في موقفه من قضية القدس حين أصدرت الكنيسة القدطية الأرثوذكتية بيانا سنة 2017 بيرفض كلا من إعلان القدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس في تضامن كامل مع أبناء الوطن فأكدت الكنيسة أن هذين القرارين لن يؤدي إلا إلى زعزعة السلام بالشرق الأوسط والعالم وكد اعتذرت الكنيسة القدطية الأرثوذكتية عن استقبال نائب الرئيس الأمريكي مايك بانس أنذاكا خلال زيارته مصر أما في مسيرة الوطن نحو الجمهورية الجديدة بكل ما تحمل من مستقبل مشرك للبلاد فإن قداسة البابة ودرث الثاني دائما ما يعلن موقف الكنيسة القدطية الأرثوذكتية بالتأييد الكامل لمشروعات النمو والتقدم بالبلاد نحو مستقبل أفضل للمصريين جميعا قائلا جميعنا المصريين نعمل على بناء مصر الحديثة والحديث في مصر الحلوة لا ينتهي بإمضاء نيافة الحبر الجليل الأنبا إرمية الأسقف العام رئيس المركض الثقافي القبطي الأرثوذكسي تعيش وتكتب وتمتعنا دايما يا سيدنا بكتاباتك ترجمة نانسي قنقر